والسماء تبعد كل البعد عن النجوم وعن الشهب فكيف للسماء أن ترجم الشياطين مستندا إلى قول الله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا وجعلناها رجوما للشياطين ومستندا بقول الله سبحانه وتعالى إلا من اصترك السمع فأتبعه شهاب مبين هذه الشبهة دليل على خطأ في الفهم وإذا فصلنا هذه الشبهة وأرادنا أن نرد عليها لابد أولا أن نعرف ما معنى كلمة السماء وكيف كان يطلقها العرب أو وعلى ماذا كان يطلقها العرب ولابد أن نتفق على أننا كموحدين متفقين على أن هناك غيبيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وأننا مأمورين بأن نؤمن بهذا الغيب السماء اسم يطلق على كل ما على الإنسان وارتفع وكان العرب يطلقون السماء على الارتفاع ويطلقون السماء على ما لا يروا يعني كل ما هو فوقهم اسمه سماء ولا يفصلون بين سماء دنيا وغيرها من السماوات ثم إننا كموحدين مؤمنين ومعترفين بأننا نؤمن بكل غيب أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه ونحن لم نرى شيطانا ولكننا رأينا الشهبة الله سبحانه وتعالى أخبر بأن كل شيطان استرك السمعة وبأن كل جن استرك السمعة أتبعه شهاب صاكب أتبعه شهاب مبين حتى لا يسترك السمعة مرة أخر والله سبحانه وتعالى لما زين السماء زينها للمؤمنين حتى تكون محل ضوء ومحل نور وحتى يهتدوا بضوء كمرها ويهتدوا بنجومها ليلا في سيرهم وإيابهم وعودتهم وإلى غيرها من الأمور والشياطين عندما أرادت أن تسترك السمعة الله سبحانه وتعالى أعد لها هذه الشهب فلا تستطيع خرق السماء ولا تستطيع الاستماع ولا تستطيع التجسس على الملائكة ولا تستطيع التوقيع والوشية بين بني الإنسان بأخبار كاذبة وأخبار مصروك والسماء اسم كما كنا يطلق على العلو ونحن مكرين بأن الله سبحانه وتعالى إن أخبر بشيء علينا أن نقول سمعنا وأطعنا ولكن الاختلاف هو أن مصدر هذه الشبهة أراد أن يعقد مكارنة بين شيء محسوس وهو الشهب وبين شيء غير محسوس وهي الشياطين إذن فليس بالضرورة أن كل شهاب وقع من السماء أو سقط من السماء فإنه يسير خلف شيطان ليس بالضرورة مطلقا أن كل شهاب نزل من السماء فإنه يعني يرجم شيطانا أو أنه يسير خلف شيطان مصدر الشبهة أيضا يقول بأن السماء لم تتكون من شهب لأن الشهب أبعد من السماء أرد عليها ببساطة شديدة أن الله سبحانه وتعالى أخبر أطلق لفظ السماء على كل ما ارتفع كما قلن الله سبحانه وتعالى أنزل الكرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبره بغيبيات كثيرة إنما كان كول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعا إن كان مصدر الشبهة يريد أن يشكك في القرآن فالله سبحانه وتعالى أودع في هذا القرآن سرا وعلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه للمحبين ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فعلينا أن نهتدي بهداية القرآن وعلينا أن نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فإن فيه الهدى والرشاد من عند الله سبحانه وتعالى وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم